طيب تعالوا بروح لخبر مهم جدا لان احنا كنا منتظرين الاسم يعني كان فيه كذا اسم مطروح وكنا منتظرين مين اللي هو او بالتحديد اللي هيكون بيحل محل كليتنبيرغ تمام ملف مهم جدا طبعا لان احنا بنتكلم ده ملف خاص باصلاح منظومة كرت القدم في مصر لاتحاد المصري كرت القدم اعلن رسميا التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام ومسؤولا هيكون للتطوير طيب ده الغاية امتى ده الغاية موسم 20 23 20 24 مين هو بيريرا بقى خليني اقول لحضراتكم هو احد ابرز الحكام مفروض على الساحة الاوروبية طيب نرجع بالسفي بتاعه شوية الوره هو تقلد عندنا الشارة الدولية يعني لعشر سنوات تتكلم من 92 ل2002 كان بين حكام بطولات الكاس العالم لنسخة 98 اللي كانت طبعا في فرنسا و2002 اللي كانت في اليابان عندك برضو كاس الامم الاوروبية سنة 2000 في هولندا وبلجيكا وادار بلغة الارقام 104 مباريات او مباراة على المستوى الدولي بينهم 24 مباراة في دوري ابطال اوروبا والعديد من المواجهات كمان الكبرى في المسابقات هنا منتكلم الاوروبية المختلفة يمكن ابرزها كمان كان السوبر الاوروبي اللي كان 2001 وغيره وغيره من الحاجات او من زي ما بتقال كده البطولات والمطشاط والمنصات اللي فعلا محترمة بشكل كبير جدا فالنقطة بس هنا اللي انا عايزة برضو اتناقش معاك فيها خد رأيك سيفي محترم جدا هل ده السيفي الوحيد اللي كان محترم هقولك لا هل كلايتنبرغ كان السيفي بتاعه اقل احتراما او امكانيات برضو لا كلايتنبرغ كان السيفي بتاعه قوي جدا برضو بالمناسبة قصتنا مش مين بييجي على قدم قصتنا لما الشخص ده بييجي من اي دولة كانت حتى لو مصري بالمناسبة هيقدم ايه وازاي احنا هنقدم له ونساعده ان هو يكمل شغله بشكل مظبوط دي النقطة اللي احنا عايزين نتناقش فيها كلايتنبرغ حتى وان كان الاتفاق معاه وبعد كده احنا اعتردنا على ده بس كان الاتفاق معاه كريم من الاول ان هو مش هيكون متواجد في مصر بشكل دائم وعلى منصة زوم هيكون بيدير الموضوع الى حد كبير والراجل كان متفق على ده جيه بعد كده احنا انتقدنا وكان في بعض الكلام ومش عايز ارجع للقصة كلنا عارفينها الراجل ده لما ييجي دلوقتي برادة هل احنا هنقدم نفس اللي قدمناه مع كلايتنبرغ ولا الوضع هيختلف هو ده بقى التساؤل انت بتضحك عشان فهمني بضحك عشان عارف اللي فيها وربنا يستر على الراجل ده وعلى سبيه المقلبس اللي هو جايه لنا بيه بص المشكلة في ايه المشكلة كالعادة لما يكون المنطق غايم بالذات الاجانب بيقفوا مزهولين لان بيشوفوا عندنا حاجات غير مسبوخة بالنسبة لك دي حقيقة كواليتي المشاكل خلي بالك ما اي اتحاد كرة قدم في اي دولة في العالم بطبيعة الحال اكيد عنده مشاكل وعنده عقبات وعنده حاجات تستدعي التغيير لكن المشكلة مش في المشاكل المشكلة في كواليتي المشاكل اللي عندنا نحوان بجد كواليتي مشاكلنا ما تلاقيهاش غير عندنا احنا بس انا بتفهم معاك الكريم اتمنى ان الحال ده يتغير عشان حال منظومة كرة القدم بشكل عام يتغير بس احنا مش هنتكلم تحديدا على اتحاد الكرة وانا مش هتكلم عن حد تحديد خليني اقولها بهذا الشكل بس هاخد من كلامك لان انت قلت نقطة مهمة في مشكلة عندنا ان انت لما بتلاقي شخص بيشوف شغله بشكل كامل بتبتدي ان انت تداي او بتبتدي ان انت تحاول تلاقي اي مشاكل عشان تعرقل المسيرة انا ما بفهمش ده ليه يعني هل دلوقتي مشكلة عندنا ان الشخص اللي بيشوف شغله بما يرضي الله مثلا يعني اتكلم جد والله تلاقي واحد جاي باجندة عايز يشتغل عايز يطور عايز دايما الناس دخلة تبوز المنظومة تبوز الدنيا مالوش غير معنى واحد يعني انا هقول فساد لو انت هتقول لي ايه هو فساد انا بقولك لان انصلاح الحال مش في مصلحة الناس دي بقاء الوضع على ما هو عليه في صميم مصلحته انا اتفق معك قد يكون جدا او قد يكون في سبب تاني بس ده المنطق يقول كده على كل حال احنا مش هنوعد ننتقد احنا هنتكلم ان ما حدث اكيد كان غير لائق تماما مع مايكل كلاتنبرغ هو مارك ولا مايكل انا انتقدت نيجي بعد كده ليه برارة حاليا هذا الرجل البرتغالي صاحب السيفي المخضرم نتمنى ان احنا نذلدل العقبات لهذا الشخص عشان يقدر ان هو يعمل شغله على اكمل وجل ان لما هو هيكمل شغله بشكل سليم وبشكل كبير احنا هنستفيد كتطوير او كمنظومة هنا في الكرة المصرية انا اتمنى ذلك والايام حتورينا ايه اللي هيحصل يا الايام يا حتورينا يا حتوري لسه مش عارفين هو وظروف وهو وقرفته فربنا يسطح الحال ان شاء الله